في لقطة أثرت الكثير من الجدل عند كثير من خبراء التحكيم والجماهير والمسؤولين وكل شيء بس عدت برضو مرور الكرام لقطة ضربة جزاء اللي اتحسبت لحسين الشحات في مباراة بيراميدز انت كلجنة حكام لو حكم مصري هو العمل أو خد القرار ده انت كنت هتقيم القرار ده ازاي وانت برضو خليك روح للحتة التانية ان كان برضو في بعض الأخطاء لصالح برضو نادي ما تحسبتش ايوة يعني كانت الأخطاء هنا وهنا تقصد اه الأخطاء كانت موجودة هنا وهنا كانت اللي اتنين بس الكرة دي كانت عشان بس سجل منها هدف يعني سجل منها هدف من الألعاب التانية لو تحسبت كانت سجل منها هدف برضو اه الألعاب لصالح الأهلي اه لو تحسبت كانت تتبارك لها الجزاء ويسجل اه يعني تقصد انه كان فيه أخطاء لصالح الأهلي وأخطاء لصالح بيراميدز وأخطاء ضد الفرقيتين كانت فيه أخطاء موجودة في المباراة عمتا يعني بس كنا دي تحديدا شفت ضرب الجزاء ولا لأ طبع لأ طبع انت قلت قوله ما فيهاش ما أنا بكلمك بمتاع الأبانة يعني لكن شفت بعض الألعاب الألعاب صريحة وركلات جزاء برضو لصالح النادي الأهلي طبع لصالح النادي الأهلي الكرة اللي كانت في الشوت الأول فوت ان فوت اللي هي بتاعت محمد عب منعم غالبا يعني دي كانت ضرب الجزاء برضو للأهلي ودي كرة ودي كرة للإحسين الشحات والتوطية طبعا مش ده بجزاء خاص مركبت ان محمد تتكلم عنها دي حكاية المباراة اللي جاي فيها حكام أجارب برضو اللي أعلي ببرامد هتختاروه منتو ولا برضو اتحاد الكرة لسه ما تكلم لو اتحاد الكرة كلفنا اللي احنا نتواصل هم خدوا اللي هم يجيبوا حكام مفيش مشكلة مفيش مشكلة عادي لا عادي ما تقولش مثلا ايه لمصلحة الحكام ومصلحة التحكيم وانه يقدوا بشكل كويس سيبونا احنا نختار يعني انت اللي تقنعهم مو خلي بالك اسول هدف واحد انا هختار هدور على المصلحة العامة ايوة اتحاد الكرة برضو اكيد بيدور على المصلحة العامة يعني مش معقول التحاد الكرة هيدور يجيب حكام دون المصلحة عشان تيكي تحكم مباراة مهانة كريم لو قدتلك مثلا كابتن محمد انا روح اجيب حكام اجانب للمطش الجاي هتقول لي ببساطة شديدة يعني انت برضو ما تعرفش الحكام يعني كريم انا ما عرفش الحكام انا ما فهمش في التحكيم بنروح لاهل العلم فانت الراجل اللي عارف الحكام وانت عارف الحكام اللي في العالم وانت العارف تصنيف الحكام في العالم يعني برضو هي القصة غريبة برضو لانهما برضو في ناس برضو عندها ملمة برضو بنفس الكلام وملمة بالحكام الكبار والحكام اللي موجودين فالقصة